في صفر عماد متعب لطبعا تركيا مع فريق النادي الاهلي في حال عدم استعانة منتخب مصر بي يعني زي ما انتوا عارفين عماد متعب كان اعتذر وقدم شهادة انه عنده التهابات او مشكلة في الازن الوسطى والتهابات ومشكلة في الازن الوسطى وقيل في ذاك الوقت كلام انه هو زعلان انه ملعبش مطش مزنبيق او مأموس بالعربي كده فبالتالي هو قال لا انا اي نعم من حق ان انا زعل وكده بس انا عندي فعلا مشكلة في الازن الوسطى عماد متعب في وقت ما كان منتخب مصر بيلعب مباراة بارح كان عماد متعب بيتمرن تمرين قوي جدا مع النادي الاهلي وده نفس الكلام اللي قلناه على شيكبالة وعمر زاكي طيب عماد متعب كان واخد راحة سلبية عشان اذنه الوسطى موقع الفجر النهاردة من خلال الاستاذ احمد درويش قال كلام مهم جدا منتعب يتشاجر في ديسكو بشرم الشيخ ومش عايز اقول الكلام التاني اللي كان في الاساس ما بحبش اقوله يقال على لسان من كتبه يعني اصبح اسم مهاجم الاهلي امتخب مصر او احمد متعب يتردد كثيرا في الاوئينة الاخيرة بعدما غياب عن مباراة المنتخب الاخيرة امام غينيا في تسوات كاس العالم حيث علم موقع الفجر الرياضي ان اللعب الدولي كان يتواجد في مدينة شرم الشيخ منذ ثلاثة ايام بصحبة زوجته وثلاثة من اصدقائه شابين وفتاة وينزل باحد الفناطق الشهيرة بالمدينة حيث شهد اللعب في اليوم الاول في احدى الديسكوهات ويدعى معرفش الف بيه وفي اليوم التالي تواجد في ديسكو يدعى تهميم في قاعة الف لام واو الشهيرة ودخل اللعب في شجار مع احد المتواجدين في الديسكو بعدما شهدهم متعب وهو يقوم بتصويره هو وزوجته اثناء اداءهما الاحدى لقصات فعلى الفور توجه اليه طالبة منه عدم تصويره لنرفض ذلك وذكر شهد عيام اللعب وصحبته كان على طولته مجموعة من العصائر الريد بول وحاجات تانية انا مش اقولها لكن في النهاية هنا السؤال من حق اي انسان انه يتفسح من حق اي انسان انه يخرج مع زوجته ده ليس عيبا لو الخبر ده سليم انا هعلق على الخبر ولكن من خلال طبعا صاحب الخبر والموقع الفجر الرياضي قالوا السيد احمد درويش سيد احمد مرة واثنين وثلاثة كلنا يعني من حقنا ان احنا نعيش حياتنا الشخصية ونعطي لعملنا وشغلنا كل شيء ولكن في النهاية في اوقات للراحة اوقات من حقنا ان احنا نخرج مع امراضاتنا نتفسح ننبسط ولكن ما بيكون بيتعلق بنجم كبير في قيمة عماد متعب ويكون النجم ده تقدم باعتذار عن لعب مباراة المباراة دي قد تؤدي الى وصول منتخب مصر لكأس العالم او قد لا تؤدي الى وصول منتخب مصر لكأس العالم وعماد متعب بما لديه من جماهيرية كبيرة وشعبية وحب جماهير وبما لديه ايضا من خبرات طويلة عدم لعبه في المباراة الاولى قولنا ساعتها كابتن زاكي قال ده داخل الحمام رجع من الحمام دكتورة طالق قالك ده واظن الوسطى فعلا تعبانة انا لو عملت روحت عملت كشف على اوزن الوسطى دلوقتي بتاعتي ممكن لقيها تعبانة الفكرة مش فكرة كده هل انا قادر على اللعب فعلا باسم فانيلة منتخب مصر ولا غير قادر اوزن الوسطى لعمر زاكي ولعب مع الزمالك شيكابالا بيعتذر مش قادر ورجل وجعه جدا ولعب مع الزمالك عماد متعب بيسافر شرم الشيخ الله اعلم يسافر بالطيارة ولا مش بالطيارة وبيروح ديسكو هل في واحد اوزن الوسطى يروح يسمع ديسكو ده اوزن الوسطى بقى انت بوز اكتر هل ما تشكورة يعني يأثر عليه اكتر من الاصوات العالية فكرة ان ان عماد متعب بيداقي ان حد يصوره اكيد انا ممكن ادعي واي حد ممكن ادعي دي حياة الشخصية ولكن في النهاية النجومية وفي العالم برا زي ما تشعر فين في حاجة اسمها باباراتزي باباراتزي دول المصورين للمشاهير وبيبيعوا الصور بألاف الجناهات وبقينا في عالم مفتوح الصورة بتوصل لكل العالم في ثانية فهو فيه فاسبوك وفيه 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 بالتالي بقى واحد ألاه وواحد زمالكاي وواحد بحب مصر بيشوفه وعمل يقعد ويرقص وينبسط ومنتخب مصر بيلعب ماتش وهو بيقول ان هو معتذر عشان تعبان فبالتالي بيروح مصوره هنا اصبحت حياتك الشخصية اصبحت للعامة وللناس لان انت بتحط نفسك في وضع كل الناس ممكن تشوفك وكل الناس ممكن تكون جنبك وما بيهمكش الناس اللي حواليك فبالتالي وانت ما بتعملش حاجة غلط من وجهة نظرك فبالتالي اعتذارك عن منتخب مصر من الواضح جدا ان هو كان للزعل وليس للأذن الوسطى طيب نروح لخبر